الناس لما كنت بتقول الطعمية والكبسة بتاع الناس ما كنتش دخلة خنقة مع بعض عشان برضو تبقى فاهم والناس ما كنتش دخلة تتهكم على بعض اطلاقا وانا من انصار هو الطعمية دي وحشة يعني بالعكس ده الطعمية دي دلوقتي العيال بتوع الاي كلاس دول العيال الكريمة بيسموها الجريم برجر جو يعني لا ما كانش فيه اي تهكم على الاطلاق والكبسة دي حاجة انا لما رحت لعمرة كان طعمها جميل ولازيز وسكر والله بكلمك بأمانة يعني انا بحب الاكل بصراحة فانا شايفها من انه ان استانية واحدة هو الطعمية المصري بتاعتنا دي مش بتتباع في شوارع لندن وشوارع نوي يورك وشوارع برلين ويقبلوا عليها وبتتباع بأسعار غالية يعني شوف مولانا عزيزي لو سمحت المشاهدين الاجلاء اوعى حد يلعب لك في دماغك ويقول لك ان الشعوب بينها وما بين بعض مشاكل واي حد واي حد سبق له او عاوز يكمل في السكة بتاعت ان هناك خلافات او انه عاوز يضرم نيران ما انا بقول لك سيبك منه من سبق له وتاب خير وبركة من سبق له وعرف انه الصح صح والحق واحق بان يتبع اهلا وسهلا ما تخليش حد يلعب لك في دماغك انه بتهزر مع بعض ده بيقول طعمية وده بيقول كابسة ودول الاكلتيننا الاشهر ميت فل واربعتاشر بنغذر وبندحك وبننكت مع بعضينا ده واحد اتنين انا شفت جزء من المطشة يا مبارح وشفت قد ايه كان جمهور الاهلي جوه الاستاذ عظمة ايه ده يا خبر ابيض ده احنا كنا كتير قوي مع ان زمال كاوي شوفت ازاي نفس القصة لما شفت التعليق بتاعت التعليقات بتاعت الاخ الزميل وليد فراج امبسطت بصراحة وعدت اتحك هو رجل بصراحة من الناس اللي دمها خفيف يعني فعجبني تعليقاته وعجبني خف الدمه وشفت على السوشيال ميديا تعليقات بلوجرز وانفلوانسرز سعوديين كالتعليقات فعلا بتاعتهم خف الدم من هنا لحد بعد بكر وتعليقات البلوجرز والانفلوانسرز المصريين بطبيعة الحال عذرنا يا وليد لازم انحس شوية ما هعمليم انا مصري برضو فتعليقاتنا برضو كانت مهلكة من الدحك حاجة لذيذة ولطيفة وجميلة ولو سمحتوا خلينا كلنا نبني على ده طول الوقت لازم نبني على ده لان احنا شعوب اصلا قريبة من بعض خبالك احنا شعوب اصلا قريبة من بعض ما تخلوش حاجة تعكر الصف وتحت اي ظرف من الظروف زي ما كنت بقولك كده من تابة واصلح خير وبرك من تابة وققى خير وبرك اللي عاوز يقعد بقى يضرب فيه بيننا اسفين مش عايزينه ولا عايزين نشوفه ولا عايزين وجهة دماغ خلينا دايما على علاقة الأخوة والمحبة والصداقة والدعك اشتركوا في القناة